السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنرى ثلاثة ديال الكونت واللي يهتم بسببونسيون بثلاثة دلانواع دياله الكونت الأول اللي هو 13-11 سببونسيون دينبستيسمان الكونت تاني 71-61 سيبونسيون ديال الكونت رسيسيس الكونت تالت 75-61 سيبونسيون ديال الكونت كيما كاللاحضو كيهتمو بسببونسيون والسببونسيون هو دعم بالنسبة الكونت 13-11 سيبونسيون دينبستيسمان من خلال اسم ديالو كيبان انهو متعلق بلانبستيسمان هاد سيبونسيون دينبستيسمان كتعطيه الدولة لانتربيز باش تشجعوهم انتجو وتخفض عليهم تكاليف ديال الاستثمار وكنشوفو احيانا باللي الدولة عطات ديماشين او لا ادوات كتكون تكلفة ديالهم غالية اللي زانتربيز متلا الدولة فاش كتعطي للمقاولات صغرى او لا المتوسطة بعد المواكن او لا يعني للماشين باش يقدو الزرابي فهذا كيدخل ضيمن سيبونسيون دينبستيسمان لانه دوك المواكن او لا دوك للماشين غاي بقاو في لانتربيز واحد الفترة اللي هي طويلة او لا كتعطيهم شيء اهلا اللي كتسهل عليهم الخدمة وكلقاو في بعض الدول متلا بحال الصين كتعطي اراضي بالنسبة ديال كما كان قولو سفر ديرهم يعني كتعطيهم اراضي فابور باش يبنيو عليهم المصانع ديالهم ويقوموا بانشاء مقاولات اللي كتنتج واللي كتنمي الاقتصاد ديال دولة ادن دوك الاراضي مثلا اللي عطتهم الدولة لانتربيز ديك الارض اللي تعطتها غادي تعتابر سيبونسيون دانفستيسمون ادن كنفهمو لانه هاد الكونت ديال سيبونسيون دانفستيسمون تلتاش حداش كنستعملوه فاش كتعطي الانتربيز شي حاجة اللي كتكون بحال ارض يتنشأ عليها مشروع او لا كتعطوها لماتيريال مثلا ماتيريال دو تخنسبوغ باش تنقل داك لمنتوج ديالها للسوق بالنسبة للكونت واحد وسبعين واحد وستين سيبونسيون ديكسبلواتاتيون فمن خلال الاسم ديالو كيتتضح على انه هاد سيبونسيون كيتاجه لكسبلواتاتيون وهذا بزاف كنشوفو عندنا في المغرب في القطاع ديال الفلاحة بالخصوص مثلا فاش كيبانشي مرض في الدواجين او لا في الزراعة الدولة كتساهم بالاعلاف او لا بالادوية او لا بالاسميدة يعني هاد الامور اصلا المقاول اللي هو الفلاح كيشري هاد الامور اللي هما الاعلاف والادوية والاسميدة لكن سيبونسيون ديال سيبونسيون ديكسبلواتاتيون اللي تعتو الدولة كتعطيه لي بالهدف انه تعاونه وتنقص عليه الضرار وما يتضررش بشكل كبير لانه الى التضرر مجموعة ديال لازنتربيز بالخصوص في القطاع ديال الفلاحة كيتضرر قطاعات خورين بالنسبة للكونت خمسة وسبعين واحد وستين سيبونسيون ديكيليبا فهاد الكونت هادا تاوى من خلال اسم ديالو كيتضح على انه كيتاجه باش يدير لكيليبا يعني توازن كنستعملوا هاد الكونت هادا باش يحقق لينا توازن بالنسبة لازنتربيز اللي كيستفدوا من هاد النوع ديال سيبونسيون ديكيليبا هما لازنتربيز اللي عندهم واحد الوزن كبير في الاقتصاد ديال الدولة ولا التضررات ديك لازنتربيز غيوقعوا أضرار كبيرة في مقاولات خورين فنعطي مثال كيفما معروف ناخدو مثال واحد باش للتوضيح كيفما معروف انه الشركات اللي كيصابوا مثلا المواد ديال اللي بينا بالخصوص السيمان يعني اللي كنقولوا لي احنا السيمان فالشركة هات الشركة اللي كتدير لابخوديكسيون ديال سيمان وقع لها الديفيسيت يعني لبخوديو اللي دارت مغطوش لها على الشاش وهنا غدي تكون الشركة معرضة بشكل كبير انها تسد مع العلم انه هات الشركة اللي كتقدموا لبيناء كيفما قلنا راه بزاف ديال الشركات خورين خدامين حيث هي موجودة نعطي مثال يعني الشركات اللي كيقوموا بالبيناء اللي كيبنيوه فكالتعطاب السيمان هي مادة أساسية عنده بالنسبة اللي زنتربيز أو اللي بيرو اللي كيدوروا لزيتود ديال اللي كونستركشيون يعني بزاف ديال اللي زينجينيور اللي عندهم مقاولات كيدوروا لبلان كيدوروا لزيتود اللي تابعي للمجال ديال الكونستركشيون ممكن يتضرروا الشركات اللي متخصة في الاكستركشيون ديال دوك المواد ديال اللي بينا يعني اللي كيخرجوا المواد الأولية ديال اللي بينا إذن كيتطاطح على أنه الشركة اللولة اللي وقع فيها مشكل فكل الشركات اللي هما في نفس القطاع غدي غدي تضرروا وممكن أنهم يسدوا إذن هاد النوع ديال لزانتربريز فاشكي وقع فيهم مشكل ممكن يضرر بالنسيج الاقتصادي ديال الدولة وهنا الدولة كتدخل وكتعطي السيبفنسيون ديال كيليب باش هاد لانتربريز تبقى مستمرة وتغطي على للشارج ديالها واللي عندها واحد توازن في البلون ديالها وتبقى مستمرة يعني السيبفنسيون ديال كيليب يعني كم ما كان قولو حنا تولي واقفة على رجلها ما ربحة ما خسرة ولكن كتبقى مستمرة ادن هدا هو تضيح ديال ديال الكونت بالنسبة الكونت اللي هو اللي هو تلتاش حداش سيبفنسيون دانفستيسمون يعني السيبفنسيون اللي كيتاجه الامور ديال الانفستيسمون اللي كتستمر فيهم اصلا الانتربريز وكيتعطاو من طرف الدولة باش تخفض ديال تكلفة ديال الانفستيسمون وكذلك باش تجع الناس استثمرو كونت تاني واحدة سبفنسيون ديال هدا قلنا كيتاجه المجال ديال انه المقاول اصلا كيشري دوك الامور وكيتخلو في سيكل ديال 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 ولكن الدولة كتساعدو كتعطي سيبفنسيون ديال باش يتجاوز واحد لمرحلة اللي كتكون صعيبة واللي ممكن تضرر فيها بشكل كبير سيبفنسيون ديال بلكنت خمسة أسبعين واحدة ستين قلنا كتعطيه الدولة انه باش ديك لانترابخيز تحقق واحد التوازن في البيلان ديالها وتبقى مستمرة إلا كان عندك أي سؤال أو لا أي استفسار خليوا ليها في الكومنتير وغادي نجاوبكم عليه إن شاء الله شكرا لكم شكرا